اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية بنعتذر عن قطأ تقني صغير تم تجاوزه سريعا برحب بضيفي الاستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط وخبير الشؤون العربية اهلا بيك استاذ عصام اهلا بيك استاذ عصام ساذ عصام مصر كانت الايام القليلة الماضية خلية نحل لمحاولة ايجاد حلول لقضايا مصرية في المنطقة العربية بقالها سنين طويلة وبتلقي بزلال قاتمة على المنطقة وعلى العالم الحقيقي على سلام المنطقة والعالم كان عندنا قمة العالمين الجديدة مصر والاردن وفلسطين والنهاردة عندنا مجموعة الاتصال العربية الوزرية للتعامل مع الشأن السوري وعودة سوريا الى الحضن العربي بتشوف هذا النشاط بيشير الى ايه بعدين ناخد بقى وضوع سوريا ده ونتكلم فيه بالرحب هو زالي بس هي مش الايام القليلة الماضية هي السنوات العشر الماضية بكاملة منذ طوال الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد والاوضاع اختلفت مية وستين درجة مش هنقول مية وثمانين درجة نقول مية وستين درجة اصبح الاهتمام العربي العربي واهتمام مصر باستعادة الاوضاع العربية ومكانة الدول العربية من حيث الاستقلار والامن وايضا السلم الاجتماعي اصبح عاليا حتى ان الشارع السياسي العربي وليس الشارع السياسي المصري اصبح يهتم بشكل كبير بقضايا الوطن العربي يستشعر الضيق لما يحدث في السودان في فلسطين في اليمن في سوريا في ليبيا كل هذه الاحداث تؤثر بشكل كبير ولكن مصر هي الرقم الحقيقي الذي لم ينكسر في المعادلة وهي معادلة التغيير هذا من جانب الجانب الاخر مصر دولة محورية مصر تضع القضية العربية وفقا للثوابت ووفقا للمعايير التي تؤكد التضامن العربي والمصالح العربية المشتركة ووحدة وسلامة الطراب الوطني وحق الدول في عدم التدخل الخارجي من دول اخرى في شأنها السيادي طيب فاندم يعني لو اتقلنا للقضية السورية وشفنا انه لو حد يعني بيبص كده من بعيد يقولك سوريا هي الوحيدة اللي عصت على مخططات التقسيم وثورات الربيع العبري ده وما حدث في المنطقة لكن احنا بنشوف على الارض ان مصر رغم ما حدث استطاعت ان هي تقوم وتنتج وتصنع وتسبق الذي لم يحدث في سوريا سوريا دلوقتي بتحاول ترجع ايه فرق الموقفين وطبعا كان معروف ان سوريا مستهدفة من زمان ومصر درة تتاج طول عمرها مستهدفة ومن الستينيات لما افتكر رابين اللي كان قال انه لو عايزين استقرار لإسرائيل في المنطقة لازم تقضوا على الجيش السوري وجيش العراقي وجيش المصري نعم ايه الفرق بتاع الموقفين مرورا بما حدث في العشر سنوات او الاثناشر تتاشر سنة الاخير بداية علينا ان نؤكد على امر هام جدا وهي المدارس العسكرية لا يوجد في منطقة شرق الاقصى الاوسط وشمال افريقيا الا تلت مدارس عسكرية المدارسة المصرية والمدارسة السورية والمدارسة العراقية ايه وهم دول الجيوش اللي كان بيعاول عليها اه والسعى الغرب كله لهدم هذه الجيوش صحيح وتفكيكها بالكامل خصوصا بعد دورها المهمة في حرب 73 نعم كجيوش وكدول سندة مصر مظبوط فيما يتعلق بالتأزم حالة التأزم التي تعيشها سوريا سبق وان عاشت هذه المرحلة والعراق سبق وان تم مقاطعة مصر عندما اتخذ الشهيد الرئيس انوال السادات بطل الحرب والسلام القرار الذي يعني حول مقادير المنطقة 180 درغة وهو مبادرة السلام والاتفاقية والتسوية الارض مقابل السلام هناك غصة يستشعرها كل مواطن عربي بشأن السنوات الماضية من استبعاد سوريا من مقعدها في الغماء العربية ده له تأثيره ولابد أن يدرك السياسيين والعسكريين وأيضا كل من دخل مدرسة السياسة أن هناك أثر وجرح كبير توركا داخل المواطن العربي وداخل القيادة السياسية في سوريا ولكن هو ده السبب اللي خلى بشار الأسد من يومين يعطي خطاب متلفز يعني يعني بيدي مؤشرات مش إيجابية بتستبق مفاوضات القاهرة كمان لا هو إحنا بنقول أن يعني إن كان ده يعني كان خطاب غير موفق فيه إلا أن الأحداث تثبت بأن هناك تجاوز واجتماعات اللجنة على النحو الذي شهدته القاهرة يؤكد بأن هناك تجاوز كبير سيتم حلو يعني تخطي كل هذه العثارات وبعض كانت مدعوة لهذا الاجتماع اجتماع مجموعة الاتصال العربية الوزرية هل لأنه أنا حاولت أقدم تفسير في المقدمة ما قلت اللبنان أصلا دولة بتتعافى وظروفها صعبة والعلاقة اللبنانية السورية علاقة خاصة جدا ربما ينشأ كثير من المشاكل اللي تتحط على الترابيزة والترابيزة مش نقصة مليانة هل هو ده السبب في أن لبنان ما جاتش لبنان عضو في لجنة المتابعة لبنان عضو في لجنة المتابعة وكما سبق ونشرت بأن هناك حدود مشتركة هناك ملفات مشتركة في قضايا مشتركة لا نستطيع يعني أن نتجنبها أو نتغافل عنها ولكن القيادة السياسية تتخير الوقت المناسب لكل حدث حديث ولكل أمر مقداره من التعامل الذي يجعلنا نتجاوز كافة الأزمات إذا ما كان هناك موضوعات تطرح على طاولة اللجنة غير التي حددتها جامعة الدول العربية سوف يقود حركة اللجنة في المتابعة هذا من جانب الجانب الآخر يبطئ مسيرة سوريا في الحلول والتعهدات التي عليها أن تلتزب بها فهناك خطوة سابقة لخطوات ولن يتم تجاوز أول خطوة إلا عندما ينتهي ما تم الاتفاق عليه طيب قبل منسيب سوريا عايز أسأل حضرتك يعني مصر السعودية الأردن سوريا العراق كل دي خارجيات عضو في مجموعة الاتصال الوزاري العربية بشأن التعامل مع سوريا و يعني دي دول مهمة في المنطقة يعني عايز أقول إيه هل حضرتك شايف الوضع في سوريا دلوقتي عامل إزاي الموقف على الأرض عامل إزاي مازالت التدخلات العسكرية الأجنبية مازالت بعض الميليشيات الإرهابية مازال الفقر بيدرب طبعا نتيجة العقد ونصف تقريبا من الخراب يعني إيه الموقف آه حفظوا حفظوا على دولتهم مازال رئيسهم زي ما هو هل نقدر نقول إن الطرف الغربي بيعاقب سوريا لأنها لم يحدث بها تغيير زي ما حصل في الدول العربية الأخرى إيه قراءة حضرتك للمشهد السوري من الداخل دلوقتي لا شك إن كان هناك مخطط يستهدف التقسيم أيوه بشكل كبير فشلت هذه التجربة لعدة عوامل منها يعني حسن التدبير والتربية مع بعض الدول ولكن دعم الروسي والدعم الإيراني ولكن لا ننتغافل بأن سوريا الشقيقة سوريا تجابه الآن تواجد سبعة جيوش تركيا وروسيا وإيران والجماعات الإرهابية وشباب الشباب معظم من ترك البلاد من واحد إلى خمسة من واحد إلى خمسة مليون معظمهم من الشباب بينما برسة طبعا ده مستقبل سوريا بينما من يتعين عليه المواجهة وإعادة الإعمار والصمود كان هو الشباب وكان من ضمن المخطط أن سوريا تفضى تماما من الشباب ولا يوجد بها إلا المعارضة والضحايا ليتم تكسيد صورة المارد المارق الذي يسعى إلى تفتيت وتدمير شعبه وتبكيكه ده اللي كان مطلوب علشان خاطر يسر عملية التقصيد لكن الحمد لله تجاوزنا هذه المنطقة وعادت سوريا إلى حضنة العرب جامعة الدول العربية وتم التوافق على آليات لتنفيذ العودة على نحو يعني يخفف العب عن كاهل ومظلومية الضحية مين الضحية الشعب السوري أكيد طبعا المرأة السورية الطفل السوري صحيح كل من تواجد على الأرض وعانى كل هذه المعاناة طوال هذه السنوات صحيح طب بفندي بصراحة كده هل عادتك شايف أن سوريا فيه تمن لابد أنها تدفعه في مواجهة أنه روسيا وإيران سندتها هل لابد أنها تدفع تمن باستمرار الوجود الروسي والإيراني على أراضيها أو تمن آخر هو كان ده الحل البديل دولة الشباب الشباب المفروض بينخرط وتصدى يعني لما حصل الاحتلال الألماني لفرنسا مين اللي تصدى لالالماني كان الشباب طبعا والشباب مش هنقول الشباب من هنا وهناك من الشرق والغرب أبناء فرنسا طبعا كانوا في المقام الأول وفي الصفوف الأولى فكان المفروض أن يترس الشباب ولكن حدث ما حدث وهاجر وهرب من هرب وإحنا عارفين أن الأضعف دائما العناصر الضعيفة هي أول عناصر تترك الباخرة عندما أيها صح تقفز تقفز من الباخرة طبعا فإحنا بنقول هم ذهبوا إلى حيث ألقوا إنما الذين صمدوا والذين تعاونوا والمستقبل على الدول العربية أن تتكاتف مع الشعب العربي السوري لمواجهة المستقبل صحيح أنت بطلوب منك أنك أنت تتخلص من التواجد الروسي التواجد الإيراني العناصر الراديكالية بمختلف الجيوش التي تم تشكيلها التواجد التركي العناصر الراديكالية حدث أصد الأصولية يعني الإرهاب الإسلامي طبعا طيب أتنيلم حضرتك بقى في 8 دقائق متبقية إلى وجع آخر وشعب آخر يدفع أثمانا باهظة في البقعة الوحيدة في الأرض اللي مازالت محتلة عسكريا وماديا هي فلسطين ما حدث ما يمكن أن تقدم ماذا يمكن أن تقدم قمة العالمين الجديدة لا قمة العالمين لابد أن نتوقف يعني رضحه من الزمن مش مش هنوعد لا ده ده فكرة عبقرية المكان دي كلمة عبقرية المكان دي مكتش دي جسادها الرئيس السيسي بأنه أختار هذا المكان وهذا القصر ليحتضن هذه القمة ونقل أنت عارف العالمين اللي كان يروح العالمين دي في عهود مبتدة من أيام العهد الملكية إلى جنال عبد الناصر حتى أنور السادات حتى بنقول أن أيام أطول فترة في سدة الحكم الرئيس مبارك كانت مجالة مقابر مخبرة هي أبرز أبرز ما كان فيها مقابر دي من أيام الحرب العالمية التانية مزبوط وكانت علاقتنا بيها سنوية وعلاقتنا حقيقي بيها هي مكافحة الألغام الأرضية ومطالرة ألمانيا بضرورة أن تعيد إلينا خلائط نزع الألغام الأرضية لأنها تسبب لنا توقف كبير عن التنمية وغيره وغيره كون أن نحن نوصل لهذه المرحلة وتكون ونستطيع أن نقول بأن العالمين اليوم هي يعني نظير شرم الشيخ نظير ما يعدز في أي دولة من دول أوروبا تحتضن قنم دولية أنا بقول أن ده نجاح غير مسبوق دي نمرة واحد دي نمرة اتنين تحول اقتصادي كبير جدا لاختيار عبقرية المكان عبقرية المكان رغم وجود الضبعة ومفاعل الضبعة إلا أن هناك عبقرية ورؤية تؤكد بأن نحن نطمح إلى مستقبل أفضل ومستقبل إن شاء الله بإذن الله منظور إليه من دول العالم أجمع طب نتكلم عن الأضياء الفلسطينية بقى نجري نتكلم بقى على دي أهم حاجة بقى هي القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية رقم واحد في العالم كله العربي والإسلامي القضية الفلسطينية هي محط أنظار العرب والشعوب الإسلامية والمسيحية في كل مكان لأنها موقع المقدسات الإسلامية والمسيحية وأيضا اليهودية ولكن اليهود بيحاولوا بقدر إمكان أنه هما يخلقوا ليهم مظلومية من غير مظلومية طب ماذا يمكن أن تقدم قمة العالمين الجديدة تحديدا في مصار الدولة الفلسطينية كان فيه نقط جديدة في بيان الختامي زي مثلا مطالبة إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المتجمدة مثلا فيه نقاط مهمة طبعا هو الأهم من ده كله هي إنهاء حالة الاحتلال المفروضة على الشعب الفلسطيني ده كان أهم مطلب إنهاء حالة الاحتلال مش إنهاء الاحتلال إنهاء حالة الاحتلال لأنه فرق كبير بين الاحتلال وبين حالة الاحتلال هما بيحاولوا يفرضوا حالة الاحتلال دي حتى بيخش عندي كل يوم في القرى بتاعتي في جنين وفي رمالة وفي بعض الكرة وياخد شباب ما لهمش علاقة خالص بأي عمل من المقاومة ويدعي انه هم من المقاومة ويدخلهم السجون ويعرضهم للسجن الإداري ثم بعد ذلك يحولهم قناة معتقلين هذا واحد فإنهاء حالة الاحتلال الاحتلال دي مطلوبة بشكل أساسي دي نمرة واحد نمرة اتنين الاستيطان وقف أعمال الاستيطان كل يوم عمالة إسرائيل تقطع حتى من الأراضي الفلسطينية وتبني عليها مستوطنات من غير حتى ما ترجع لحد النقطة النقطة اتنين دي عاملة في العالم كله يعني الخارجية الأمريكية علقت فرنسا ألمانيا علقت وإسرائيل قضية في غياء ألمانيا وأوروبا والعربي والإفريقي والإسلامي ما كله بيخضع لقرارات مجلس الأمن وكله بيستجيب لقرارات مجلس الأمن إلا إسرائيل هي الدولة الوحيدة المارقة على المجتمع الدولي وعلى المنظمة الأممية وعلى العالم أجمع واللي بتحميها أمريكا يعني أمريكا هي اللي بتحميها النقطة الأهم وهي الإفراغ عن الأموال الخاصة بالضرائب وحق فلسطين النقطتين الأساسيين اللي أنا كنت أتمنى أن توفق القيمة في منقشتهم أو طرحوهم نقطتين الأساسيين النقطة الأولى هي حق الفلسطينيين مش في المقدسات والطراب والقدس لا حق الفلسطينيين في ميناء ومطار خاص بيهم منافس على البحر حقهم في الغاز الطبيعي الصلوة الطبيعية حقهم فين تم ترسيم الحدود البحرية علشان الغاز وتم تجاهل فلسطين بالكامل ليه لا إحنا عايزين حق فلسطين ولابد أن تتقدم فلسطين إلى الأمم المتحدة بمطلب حقها في الغاز الطبيعي في البحر في المياه الإقليمية هي ملهاش مياه إقليمية ده عندها غازة لاحظ حضرتك أن هي يعني من منطلق إضرب المربوطي خف سايب يعني أنت خليهم طول الوقت بيلفوا حوالي النفسهم بس بيطالبوا بحماية داخلية عشان ما ينفكروش بقى في مطالب عودة عودة النازحين أيضا أو اللاجئين الناس اللي في مخيمات بره وخلاص اتولدت وماتت وعيشين عودت على جهة وشباب قاعد خلاص هناك بره ده حقه يرجع أرضه بدل المستوطنين اللي على الأرض الأهم والأبرز والأقوى هي قامت حق للفلسطينيين وفقا لمبدأ الدولتين في جيش يتصدى لأي عدوان من الشرطة الإسرائيلية أو المستوطنين اللي بتحميهم الشرطة ويبرطعوا ده ده حقهم ده قال حق من حقهم عشان كده لما كان بيتقال في اللقاء الأول بيقولوا أن الشعب الفلسطيني من حقه يعني من حقه أنه هو يطالب حال الدولتين والقدس ينفرد بالقدس على أنها عاصمة للدولة الفلسطينية أنا بيقولوا مش كده بس لا ده وقف فلسطين تماما تماما ده حق الشعب الفلسطيني أي مستوطنة تقام لابد أن يستحوذ عليها الفلسطينيين ده حقهم هم بنوها لازم إحنا نخدها أنا بشكر حضرتك ونتمنى أن تكون قمة العالمين الجديدة إعادة دقة لنقوص الخطر في أذن العالم للاستجابة والالتفات لهذه القضية الحيوية شكرا جزيلا فانشرفتنا الله يخليك أنا ساعدت بيك جدا وساعدت بهذا الممبر وأتمنى أن يعني تستمر هذه اللقاءات وبالناسبة طبعا الأعياد بنقول لكم كل سنة وانتوا طيبين علشان خاطر موسم الاحتفال بالعدرة وبالمقدسات المسيحية وأنتمنى دائما وأبدا وده أمنية أنا أتمنى أن في يوم الأيام زي ما جلست هنا في يوم ودعيت إلى حياء مصار العائلة المقدسة وإقامة فنادق وإقامة يعني جذب السياحي من العالم كله أتمنى أن يرى هذا المشروع النور بشكل يتناسب مع مكانة مصر شكرا جزيلا أستاذ عسام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وخبير الشؤون العربية مشكركم مشاهدينا ونلتقي بعد الغد بكرة إن شاء الله حيكون برضو بننقل عزة قدست البابا على الهواء وبعدها بننقل نهضة سوم السيدة العزراء ويكون الموسم بكامل ونشوفكم أمر الخميس إن شاء الله اشتركوا في القناة